لا تزال باخرة جاكور اس اليونانية متوقفة قبالة منشآت الزهران وجديد التحقيقات في الملف ثبوت عملية تهريبا للمحروقات تجري عبر لبنان في التفاصيل فأن الباخرة التي وصلت إلى الزهران وتبين أنها لم تأتي بناء على طلب أي جهة لبنانية تظهر التحقيقات بحسب معلومات الجديد أن وصولها إلى لبنان جاء ضمن عملية تهريب إذ أوقف المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الربان الذي يحمل الجنسية الآذارية في حين كانت استخبارات الجيش تحقق مع الوكيل البحري وثلاثة لبنانيين موقفين لديها بالتنصيق مع المدعي العام التمييزي وبحسب معلومات الجديد فأن التحقيقات توصلت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها استخدام لبنان وجهة لهذه الباخرة وتشير مصادر متابعة إلى أن سجل الباخرة يظهر أنها دخلت لبنان قبل مدة وأفرغت حمولتها لكن الأمر لم يحصل إلا على الورق ما يعني أن لبنان هو الوجهة المحددة للشحنة فيما التفريغ يجري في مكان آخر ومن المرجح أن يكون سوريا وبحسب المعلومات فإن توجه القضاء إلى مصادرة حمولة الباخرة وفق المرسوم الاشتراعي رقم 6338 الصادر في أيار الماضي والذي ينص على التالي تصادر لمصلحة الجيش اللبناني والقوى الأمنية المواد جميعا التي يجري إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية بأي وسيلة وبأي طريقة كانت وتصادر أيضا السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية ما يعني أيضا أن من حق لبنان مصادرة الباخرة المستخدمة في تهريب مادة البنزين بعيدا من مسار التحقيق أشارت مصادر معنية بالمشتقات النفطية إلى احتمال وصول هذه الباخرة فارغة إلى لبنان وتحميلها بمادة البنزين الموجود لدى الشركات ما يعني أن البنزين المدعوم في لبنان يهرب إلى الخارج وهو إخبار نضعه برسم القضاء للتحقيق فيه والتأكد من الشركات التي تعمل في هذا المجال ومن الكميات الموجودة داخل خزاناتها لكي لا يذهب الدعم الذي أصبح محدودا إلى دعم لجيوب المهربين في هذا القطاع هادي الأمين قناة الجديد